كثير مننا عندما بدأ يشتري تلفزيون جديد أكيد يدور على أفضل مواصفات بالإضافة لأيامها سوف ندور على شكل يناسب ديكور غرفتنا فالشو رأيك إذا بهذا الفيديو ستحدث لك عن تلفزيون يجمع الشكل والأناقة وبنفس الوقت مواصفات عالية والأهم أنه مقدم من شركة سامسونج لا شك أنها واحدة من أقوى الشركات الموجودة بالسوق الذي تقدمنا هذه الشاشلة الجميلة اليوم سأتحدث عن التحف الفنية الموجودة وراي والذي هو سامسونج ذا فريم 2021 دعني نتفرج على هذا التلفزيون ونتعرف عليه ونشوف مزايا وليش هذا التلفزيون متميز عن غيره أكيد كل هذه التفاصيل بفيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي رجعنا بهذا الفيديو من الفيديوهات التي أحبها بشكل كبير والتي هي الحديث فيها عن شاشات التلفزيون اليوم أصدقائي شاشات التلفزيون ما عادت مثل زمان إنه شاشة واشتريتها وخلص اليوم الشاشة فيها مواصفات عالية جدا فما بقى لك يوم تكون شاشة مقدمة من سامسونج وهي رائدة بهذا المجال وكل سنة عم نشوف شيء جديد شاشات عم تصل دقتها لـ 8K 8K شاشات 4K بدقات عالية وشارات متميزة طيب لماذا اليوم اخترت هذه الشاشة ولماذا هي شاشة تتميز عن غيرها من الشاشات أول شيء دعني نتعرف على المصطلح هذا الشاشة بدأت عام 2017 وعملت ثورة بعالم الشاشات لأنه قدمت سامسونج شيء مختلف عن كل الشاشات فهي تجمع بين لوحة فنية محتوطة على الحياة بإطار جميل جدا ويختلف عن أي شاشة والإطار فيك تغيره ستحدث عن تفاصيله أكثر بالأمام بنفس الوقت شاشة بدقة عالية جدا طيب يوم تجمع بين هذين الشغلتين فأنت ديكور غرفتك ستنسقه بكل بساطة مع هاي الشاشة ما عاد سيكون في عندك غرفة مثلا لونها أبيض وتلاقي شاشة لونها أسود كلياتها ومتغيرة لا ليش؟ لأنه حكينا اسم هذا فريم فبالتالي هذا الإطار هو أول شيء سنتحدث عنه وهون نحكي نحن عن التصميم فهذا الإطار ممكن أن تغيره وتبدله بحسب ما يناسب غرفتك تركب بشكل بسيط جدا كل ما عليك أنك تحطه بشكل مغناطيسي طبعا هذا الإطار بتوفرنا سامسونج منه بيكون موجود بداخل البوكس وللحديث عن البوكس خين روح نعمل فتح صندوق ونتعرف على محتويات هذا الصندوق وبالاطلاع على الصندوق وكونه حجم الشاشة اللي معنا 55 إنش فشخص واحد يعني أكيد ما بستطيع أنه يفتحها طبعا هون خليني أذكر نحن في عنا 55 إنش عنا 65 إنش وعنا 75 إنش من هاي الشاشة طيب أكيد استعنت بالوالدة الله يحفظ لكم كل أهلكم وحبايبكم حتى نقوم بفتح هذا الصندوق الجميل بداية انتبه بشكل كبير إنه هاي الشاشة وأي شاشة تكون أنت عم شغلها خصوصي شاشات اللي بتيجي بحجم كبير إنه يوم تطلعها لا تضغط على الشاشة بشكل كبير فممكن أنت تعمل مشاكل بالشاشة طلعها امسك من الحواف طلعها من الصندوق طيب رح يكون معنا احنا بصندوق الشاشة رح يكون معنا الوان كونكت بوكس واللي هو اختراع عظيم تقدمنا يا سامسونج جاي الحديث عنه وعنا أكيد الوال مونت أو اللي هو يعني القواعد اللي بتتركبه وتشيل الشاشة على الجدار وأيضا عنها هذول الرجلتين اللي هنم مثابة قاعدة إذا حابت تحطها على طاولة قد ما أتابع للحديث عن تفاصيل محتويات الصندوق خليني أحكي لكم هون شغلة ومهمة كثير أصدقائي إنه سامسونج من خلال هاي الشاشة والبوكس المغلفة فيها بتحاول تحافظ بشكل كبير على البيئة فعنا بداية إنه كل هاي البوكس هي من الكرتون وبكل بساطة بنعملها ريسايكلينج هاي أول شغلة مهمة جدا الشغلة الثاني إنه هاي البوكس بدلا ما تروح تكبها أو ترميها أو حتى تخليها يعني فقط طيق محطوطة على جنب للغبار تعمل فيها عدة أشكال تستفيد منها بصراحة شفت كثير تصميمات وأشكال عجبني لكن فيه تصميم عجبني كثير عاملين فيه شكل بيت للقطة وطبعاً اللي ما بيعرف أنه أنا عندي حالياً ولادة يعني فالبسة اللي عندي فصافي عندها يعني بيبيز ففي عندها قطتين فكثير حلو عامل هذا البيت وخلينا لبساس وحطي لكم صورة على الإنستجرام فخليكم تابين هناك لتشوفوا كيف رح يكونوا بداخل هذا البيت وهنا أصدقائي خليني أنوه خليني نهتم أكثر بموضوع البيئة وندعم كل الشركات اللي فعلا بتقدمنا هاي المنتجات بطريقة تغليف جيد لأنه شايفين وضعنا استخدام البلاستيك استخدام نايلون الكثير شايفين كيف تغير المناخي فرجاء هاي أنا جداً مهتم بالبيئة وبحاول بأقصى حد أني أحافظ على البيئة لأنه المناخ صار مشكلة حقيقية الآن أصدقائي خلاص خلونا من المواعد وخلينا نكمل حديثنا عن هاي الشاشة الرهيبة طيب نكمل حديثنا عن هاي الشاشة الجميلة بعد ما طلعناها أنا ننتقل لمرحلة التركيب وهون يا جماعة عندك خيارين يا أما أنت إذا كنت شخص مثلي بتحب أنك تشتغل أمورك بإيدك وعندك العدة كاملة فيك تركبها أنت بإيدك إذا لا أنا بفضل أن الورشة اللي بتيجي تجيب لك التلفزيون نفسه يعني بيقدمونك خدمة تركيب مقدمة أيضاً من سامسونج بعد ما تشتريه فمباشرة نركبو لك يا إذا أنت بدك تحطه على الجدار الآن تفاصيل تركيب ممكن أعملها فيديو مستقل لكن بشكل سريع راح تحدث عنها عندك أنت هذول القطعتين بتركوهم على خلف التلفاز لكن قبل هيك في عندك مثل هاي الاستيكر السود المربعة أنت بتحطها على التلفاز من خلف حتى تحمي يعني من أنه حديد يجي على نفس الجهاز وبتحطها بعديها بتعلقها بنفسها على الوال ماونت أو الحداية اللي راح تحطوه منت على الحيط تقوم بثقب الحيط معك يعني كاتلوك من سامسونج مقدم بيعطيك أكيد كل المساعدات وفيك تشوف أيضاً فيديو تعليمي موجود على قناة سامسونج تركب الشاشة بشكل بسيط وسهل وما عندك أي مشكلة الآن من أهم المميزات اللي بس تركب فيها الشاشة على الحيط هي عبارة بتتحول مثل لوحة فما في أي فراغ بينها وبين الحيط فبالتالي راح تشوفه كأنها لوحة معلقة على الحيط يعني بكل تفاصيلها ومتى ما حطيت حكيت لك الفريم اللي هو بالتصق بشكل مغناطيسي راح تغير كل تجربتك وكل ما بدلت هذا الإطار أنت راح تشعر لك أنك عم تستخدم يعني شاشة جديد نتابع الحديث عن محتوية الصندوق وتكون البداية أكيد مع ونحكي عنه تفاصيل أكثر والذي هو من أهم الأشياء والاختراعات أنا برأيي اللي قدمتها سامسونج لماذا؟ لأن أول شيء يا أصدقائي راح تتصل الشاشة مع هاي البوكس من خلال الكابل الرفيع جدا وتقريبا ما بيبين وهون بيعزز فكرة الفريم أنه هذا إطار هاي شاشة هاي عبارة عن لوحة فنية محطوطة فمو معقول يكون معها يعني كابلات وعشقة نازمة منها فبينزل هذا الكابل اللي أنا عم بسميه الكابل السحري فعلا خلاص أنت بتوصله من جهة المشافين بالشاشة وبينزل ولا بيكون مرئي وإذا أنت من الناس اللي بينظم وبيعرف ويشتغل وتعمل لك حفرة بالحيط خلاص يعني ما راح يبين أي شيء بتنزله تحت وتحطه ب وخلين نطلع شو فيها منافذ فأول منفذ راح يكون عنا هو المنفذ هذا اللي بنحط في الكابل اللي من التلفزيون بروح عليها بعدين في عنا أربع منافذ HDMI واحد منهم راح يكون 2.1 مخصص الألعاب واللي بيهتم بالألعاب بس يسمع 2.1 أكيد راح يطير من الفرح ويعرف أنه مباشرة راح نوصل لدقة 4K 120 هيرتز بالإضافة لأكيد الاتصال الانترنت عن طريق الكابل بمنفذ اللان وإمكانية الاتصال عن طريق الواي فاي 2.4 جيجا هيرتز أو 5 جيجا هيرتز وأيضا في عنا منفذ أبتكال ومنفذ الباور وعلى جنب راح نشوف في عنا منفذين USB طيب الآن خلنا ننتقل لشاشة نفسها ونشوف المواصفات الجميلة الرهيبة النظام التشغيلي الألوان الدقة يعني أشياء رهيبة وتجربة الألعاب كل شيء حاب تعرف عليه لكن البداية مع هذا الريموت الرهيب واللي بملك مواصفات جميلة جدا بداية التصميم واللي بيأتي جدا نيوزر فرندلي يعني أول شي مسكته سهلة جدا ما فيه عجبة الكبسات الكثيرة فرح نشوف عنا زر التشغيل وعنا زر المساعد الصوتي واللي بمكانك من خلاله تستدعي بيكس بي وتعطي أوامر صوتي وتتفاعل مع التلفزيون منروح لأكيد بعدين هذا الويل اللي منتنقل من خلاله ونتفاعل من خلاله مع الشاشة وبالإضافة لكبسة الأوكي بتكون بالنص بعدها في عنا الباك الرجوع بالإضافة ل الهوم وأيضا كبسة البلاي وستوب ومننتقل بعد لنشوف هون ننقل للشانيل أو القنوات منروح لنشوف عنا هون الاختصارات السريعة على نتفليكس وبعدها لشاهد وحركة حلوة لنشوف هون اختصار أيضا لشاهد VIP لو نطلع من الأسفل رح نشوف منفذ شحن تايب سي من أكثر الأشياء المتميزة بالنسبة لي لو رحنا للخلف مرة ثانية الاهتمام بالبيئة ودعم البيئة شحن عن طريق الطاقة الشمسية وبرجع بشكر سامسونج على هذه الحركة الحلوة طيب الآن خلينا رح أخذكم برحلة تفصيلية بهذه الشاشة الجميلة طيب أصدقائي الآن خلينا نشغل التلفزيون ونشوف من البداية كيف رح يطلع معنا أول شي بس شغلنا الشكل تايك أول ما تشغله رح يطلع عندك بهذا الشكل ورح يأخذك مباشرة لهذه الشاشة طبعا أكيد أنا لازلتني ضغط ضغطة طويلة لحتى صار معي الآن لو ضغطنا ضغطة ثانية مباشرة رح يفوت لآخر مكان أنت كنت فيه أو بتضغط ضغطة سريعة مثل بتشغل أي تلفزيون رح مباشرة يأخذك للشاشة الرئيسية طيب أول شي رح أروح معكم لنتنقل بكل شيء موجود عنه طبعا مثل ما نعرف نظام التشغيل موجود هون هو تايزون والنظام المقدم من سامسونج بالسهل والبسيط أول شي في عنا الإعدادات لو دخلنا يعني عدة تفاصيل بعدها لو رحنا للمصدر هون كيف أنت متصل عن طريق الـ HDMI مثلا عن طريق إذا أنت بدك توصل مع PC مع كمبيوتر يصير شاشة كمبيوتر وأكيد عندك هون دليل التوصيل والتحكم بشكل عام بعدها رح نروح لـ Smart Things وهون Smart Things يا أصدقائي لو عندك أنت أي هاتف من هواتف سامسونج على سبيل المثال أنا عندي هون أكيد هاتف Z Flip 3 من سامسونج فلو رحنا على Smart Things هون رح نوصل نوصلها مع الشاشة وبكل بساطة رح نشوف في عنا التحكم وأكيد ننقل ملفاتنا وصورنا بشكل جدا سهل وبسيط طيب بعدها رح نروح نشوف في عنا هون أكيد موضوع البحث وبعد البحث رح ننتقل نشوف هون عنا مجموعة من التطبيقات اللي أنتو عم تتنقل فيها وكأنك عم تتنقل بتطبيقات أي جهاز أندرويد يعني بعدها رح نروح نرجع ونشوف عنا بعد التطبيقات رح يطلع عنا موضوع المالتي فيو واحدة من الميزات الجدا جميلة بتقدمها سامسونج وهون بيدعموا بشكل كبير موضوع الرياضة واللي هي بتقسم الشاشة إلى أكثر من قسم وصير تعرض أنت المحتوى اللي يبدك بعدها رح نروح للأمبيونت مود هذا المكان هو مكان يعني فعلا مكان الاسترخاء ومكان الجمال عندما دخلت عليه مباشرة ستبدأ مجموعة من الصور أو الفيديوهات التي تظهر بطريقة جدا هادية ورقعة سأخذ مثلا هنا نحط مشهد سينمائي هو لفاير بلايس حتى يأتي مع صوت لو رفعت الصوت ستسمع سأسكت قليلا يعني كيف صوت النار تحترق شيء جدا جميل ومتميز طيب بالعودة لدينا مجموعة مثل ما ذكرت من الصور الكبيرة والفيديوهات وفي عندك الاسترخاء لو شاهدنا كنت أحط الصور فعلا تفاصيل اللي فيها جميلة جدا ودقيقة مثل ما شايفين يعني شيء إبداع بصراح طيب رح أرجع الخلف وكمل رحلتنا بهذا الجهاز رحنا على الهوم بعدها نشوف الان بعدها الان بنتمود في عنا موضوع الفن وهذا الشيء اللي بيركز عليه هذا التلفاز أو هاي الشاشة طيب الان اول ما ندخل على مكان الفن رح يطلع عنا متجر الفن ومقسم بكل بساطة وسهولة بحيث انه يعني سهل عليك الحركة اول شيء رح تفوت تشوف الابرز وهون خليني انوه انه بهذا المتجر في اكثر من الف وثلاثمئة صورة الف وثلاثمئة لوحة فنية طيب بعد ان ما تفوت على الابرز بصير تتنقل وتشوف شو اكثر الصور هي الان هي البارزة والموجودة بعدها رح تروح تشوف هون العضوية وتتعرف على الاشتراكات وكيف تناسبك حتى تحصل على كل هاي الصور بعدها بتروح بتشوف الرائج واللي هو منتشر كمية واسعة طبعا هون بتشوف انت بمنطقتنا بتكون او المنطقة اللي انت فيها او مشاهدة بعدها عندك العشرين اللي هن للاندسكيب يعني وبعدها عندك حول العالم كلياته وال اللي اكثر ما اخذ له فانت بصير هون تشوف شو شيء الموجود حول العالم ورح تشوف طبعا لوحات فنية يا جماعة يعني تفرج هي اللي فعلا عبارة عن لوحة فنية تشوف لك انت جايبها رسمة مشتريها لا بصور من اي معرض شيء جميل يا جماعة يعني هذا الشيء اللي بيعطي هذا التلفزيون تميز واختلاف عن غيره طيب الان بالعودة يعني رح نشوف بعدها رح تشوف عندك بعد الرائج عندك التنسيقات وايضا تنزل تتفرج على المجموعات الرهيبة جدا هون والجميل اللي هي لها طابع صور يعني بحت فعلى سبيل المثال لو بديك هذه اللوحة ستفرج عليها وتتفرج وتشوف كأنك انت فعلا يعني متفرج على الرسمة مرسومة أمامك ومع الإطار الموجود خلاص بتنسى انه هذا تلفزيون بعدها ترح بتشوف هون الشركاء يعني الناس اللي بتصمم وبتنشر على متجر سامسونج وآخر شي عندك هون شي اسمه الوسط وأيضا عندك فيه مجموعات هائلة فهي كانت لمحة سريعة يعني عن موضوع المتجر وخلينا نتابع الحديث عن هذا المكان اللي هو كل يتفن رح نرجع للخلف الان ونروح على مثلا هون وتبالج انت الصورة اتعدل عليها فمثلا فيني اختار نوع الإطار شكل الإطار بعدما اخترت الإطار او حتى بلا إطار بروح بختار اللون الخاص فيه فمثلا هيك حطيت هذا الإطار وبشوف هكيف رح تصير فرح تكون طالعها يلا ضبطها بهذا الشكل وكأنها فعلا لوحة فنية موجودة عندك طيب الان بالرجوع منكمل عندنا هون مجموعة البحث ورح نعلي اعدادات هون التفاصيل او متوسطة النوم بعد يعني مثلا انت هون طبعا بدك تعيره دقيقة خمس دقاق بعدها رح تطفي الشاشة بعدين كاشف الحركة اكثر مكان جميل ومتميز ليش لانه هاي الشاشة انت حاطها مثلا معلقها على الجدار وحدا مرق من قدامها رح فورا يعني الإضاءة تكبر وتقوى او تخف حسب لو في حركة رح تخفت وخلص فاي حدا رح يجي يوقفي يصير يتفرج على اللوحة لحالها الشاشة رح ترفع من إضاءتها بحيث انك تتفرج عليها بشكل جميل ودقيق بعدها عمنا هون الوضع الليلي اكيد يعني حتى انت تفرج وانت مرتاح طيب واخر شي هون بنا نحكي عن وضع الفن واللي هو بهذه الطريقة الجميلة ويتطبق عليها كل إعدادات اللي حكيناها سابقا لانك ترجع على تلفزيون بشكل عادي كل ما عليك انك تضغط ضغط واحد برجع على التلفزيون وكيد اللي حتى تطفي لازم يضغط ضغط مستمرة وهيك يكون طف التلفزيون بطريقة جميلة بعد ما خلصنا كل شي رح نشوف هون تلفزيون العادي ونشوف هون نتفليكس بأعلى دقة رح يطلع لك أيضا بأكيد بدقة 4K بعد رح نشوف هون برايم فيديو هون مقدمة من الامازون لو مشترك انا عندي اشتراك بفوت بتفرج على كمية كبيرة من المسلسلات والافلام الموجودة هون عننا طيب رح نرجع ونكمل جولتنا دعم كامل للغة العربية اصدقائي بعدها عندك يوتيوب عادي وعندك أبل تيفي هون شاهد دوت نت انترنت والجالاري الخاص هيك كانت لمحة سريعة عن هذه الشاشة ونظامها التشغيلي الجميل والسهل والمتميز الآن دعني انتقل فيكم لتجربة الألعاب بدقة 4K 120 إطار أجمل تجربة ممكن انت تعيش ما رح أعلق ولا رح أحكي شي فقط رح أترك تستمتع مع هذه التجربة الجميلة والمتميزة طيب قلما ننتقل لتجربة الألعاب رح أحكي لك عن شغلة انه بس تشغل أي جهاز كونسول مباشرة تلفزيون رح يتعرف عليه ويأخذك عليه مباشرة بعد رح يفتع لك VRR وموضوع HDR وموضوع إطار مورجيكية حسنا هنا مثلا موضوع إعدادات وضع الألعاب بشكل سريع ودخلنا عليها سنرى هنا وضع الألعاب لن تلقائي لا يختار أي وضع بالنسبة لأعدادات الشاشة الصوت المحيط هنا موضوع اللون الأسود موضوع الموازن الديناميكي لون الأسود وموضوع HDR أنا طبعا مشغلها حتى تعطيني جمال بالألعاب خاصة بالنسبة للألعاب تدعمها وخيارات كثير تهم اللاعبين حبيت أصلت عليها الضوء بشكل سريع ومباشر شغلة جميلة لو رجعنا الآن ودخلنا على مكان اللعب سنرى أن الروموت يتعرف على نفس الكنسول ويتغير أنا أتحكم بالروموت وليس بالكنترولر بشكل شكرا جلو رجعها تفقد محبيت باعتنى صفحة سيجعل فيнить في المنزل بالحن عق بارك قوة أخذك كوكو كوكو وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى أن تكون نال إعجابكم و استفدتم من هذا الفيديو هذه الشاشة حاليا هي شاشتي الأساسية لموجودة بمكتبي سترى بكثير فيديوهات وشخصيا مرتاح عليها ومبسوط عليها فكل تجربة الألعابي تكون عليها من خلال اللعب بكل أنواع الكونسول بالإضافة لأنها أيضا واصلها على الكمبيوتر وعن بلعب فيها مثل ما شفت تجربة الألعاب رهيبة مشاهدة المحتوى عليها جميل جدا ومتميز الصوت مو محتاج لأي شيء ثاني أنا كان تجربة صوت جميلة ورهيبة فتقريبا كل شيء أنا بدي ياما وجود بهذه الشاشة بيهمني رأيك بصندوق التعليقات هل بتشوفها مناسبة إليك؟ هل بتشوفها خيارك بالمستقبل؟ وخصوصي موضوع الفريم وتغييره فكيف رح يغير تجربة وكيف رح يأثر عليك؟ ولا ننسى أكيد فكرة الصور يعني اللي هي قائمة عليها فكرة إنها هي عبارة بتتحول للوحة فنية موجودة عندكم أتنسونا أصدقائي باستمرار من دعم وراءكم وإعجاب المقطع كاما لكم عبيدة من قناة تيك توبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته